دي تقول إيه على الناس دي لا طبعاً دي حاجة دي ناس على راسي بفوق يعني نعم كل واحد بيبقى له رأيه ولو تحليله الموقف يعني انت بس لما بتيجي تحلل يعني اسمها بحل الموقف أو بحل الشخصية نعم ملاش علاقة بالحسابات الشخصية ولا الميول خالص يعني لكن طبعاً رأيهم أعتزي بيه برضو ولو في حاجة حتى فيها برجع فيها نفسي يعني ودي حاجة كويسة فيك طبعاً ودي بنحي فيك الروح الرياضية العالية انك بتتقبل كل إنت أولاً بتقبل النقل مش مسألة بقبل بشكل مطلق أنا زي ما بقولك يعني لو حاجة ملهاش علاقة بالشخصية أو الميول نعم يعني خلص ما فيش مشكلة يعني انت يعني أقولك بنحل المباريات نعم انت بتحل المباريات بتحل اللي قدامك ماليكش علاقة انت بتحبه ولا بتكرهه انت بتحل الرد فعل سيد بتحل الكلام سيد بتحل التصرف سيد انت بتحبه ولا تكرهه ده حاجة تخصك نعم يعني هخش قلبك أقولك حبني ولا هخش قلبك أقولك اكرهني نعم لكن انت بتحلل اللي بيقوله لو اللي بيقوله كويس قوله ان هو كويس لكن لو دخلت في حسابة شخصية أو ميول يبقى رأيك هيبقى من الأول محدد يعني طيب ده كان بعض رأي جماهير اللي هي جمهير اللي عندها الأخرى لكن دلوقتي عندنا رأي الجمهور الجمهور بيسأل والكابتن سيد بيجاوب جاهز معنا الأسئلة؟ يلا فقط طيب هنطلع ناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجل كابت سيد جاهز بقى للجمهور يسأل وانت ترد؟ يلا فضل فضل يا حبي مستسك مطش ستة واحد ولا مطش القضية؟ أنا واحد فراحك أكتر أنا يمكن قلتلك في سياق الكلام ما عليك شبعة برضو عاوزي بليرد هي ستة واحد تاريخية ملهاش مقياس ولا كلام يعني هتفضل لحد ما تموت يعني والأجيال واللي بعده واللي بعده لكن اللي فرحني أكتر هي القضية لأن انت كانت مرتبطة بنهائي ومش نهائي عادي مش نهائي مثلا بطولة محلية من قطبين قبار في الأفريقيا عالم العرب كله كان بيتفرق لا هو جول بي في وقت كمان هو اللي بكله على بعض اللي بعده اللي يعني سر نجاحه لحد دلوقتي يعني محافظ عليه إزاي وإيه الطريقة اللي اتعامل بيها وإيه المقاومات اللي ساعدته إنه هو ينجح مع النادي الأهلي وإنه هو يستمر في مهامه واحد إن انت ما تفضلش على قديمه مه تجديد كل شوية على طول تقرأ على طول يبقى عندك عزات ومواقف بتستفاد منها على طول ما تحسش نفسك إن انت الصحة في كل حاجة يعني كل الموسم وكل الموسم في بدايته أو نهايته نعم يعني تشوف إيه الحاجات والعلامات والمواقف اللي ممكن تكون إنت أسرت فيها أو ما خدتهش بعين الأطبار أو ما تعلمتش منها وبداية الموسم الترجل بتاعك عايز في إيه اللي بقى عدوه السبب اللي مخلى حاجتك لحد الوقتي ممتزم ومتمسك بالأهلي ما روحتش أي نادي تاني منه حاجتك صغير لسه لحد الوقتي موجود في النادي الأهلي وهل في يوم اللي قد تحلم أنك كنت تكون في مدير الكرة في النادي برضو حاجة بحلم يعني أنا محطتش ترجل في حياتي من أو ما اشتغلت لحد الوقتي مثلاً وقلت لك حتى الموضوع جزاي قلت لك في السياق الحديث نعم نعم الحاجة التانية أن أنت يعني مليار في المية مليار في المية عشان تبقى موجود لازم يبقى عندك مقاومات مقاومات الشخصية المقاومات والسمات اللي تساعدك تساعدك على كده لكن لازم كمان يبقى عندك قابلية للتعليم أن أنت عايز تتعلم ومش بالضرورة يبقى أنت أحسن واحد موجود في المنظومة يعني في حاجات ممكن تبقى ناس كبيرة جداً وأحسن منك مئة ألف مرة بس ما خدتش الفرصة وأنا مش مع فكرة وقتها من فترة كده مش مع فكرة أن أنت بتضحي بحاجات أنت استفدت كتير بما فيهم أنا نعم يعني أنا استفدت من النادي الأهلي كتير جداً كلنا استفدنا من النادي الأهلي كل من بداية أصغر عامل في النادي الأهلي سوري لرئيس النادي الأهلي من سنين فاتت كل الأسام اللي اتعملت اتعملت من الكيان نفسه طبعاً فأنت يعني فكرة أنت ممكن يجي لك حاجة أثناء حياتك تبقى عرضها المالي أحسن من اللي أنت موجود في حاليا ودي ده ده سورة الحياة بس بس في حاجة بتدي لك استقرار بتدي لك نجومية بتدي لك أدبية حاجات أدبية معنوية مش المادة كل حاجة مش المادة كل حاجة مش المادة كل حاجة طب اللي بعده مين اللعيب اللعيبة خليفتك في مدير العامل الكورة في النادي الأهلي مين خليفتك؟ أشوف لا في ناس كتير عندها أشوف أن الشناو عنده سمات كويسة أشوف أن وليد سليمان عنده سمات كويسة السلية ممكن السلية السلية لست قدام شوية كده لما هم موجودين دلوقتي عندهم حتة القيادة اللي بعده حداك كنت متخيل تبطل كلها بادري كده؟ لا ما كنتش متخيل ان انا ممكن في 27-28 ده عمر بداية يعني احلى سنين العمر كلاعب كورة هي من 25 لل30 كده لانها مرحلة نطج رهيب جدا في الكورة فلكن ممكن رباني صحت الله كان له كانت زيجو قال لي حاجة بعد ما قطلت قال لي زيجو ده كمان دي فلسفة جميلة قال لي حاجة قال لي ممكن تكون نهيت بدري عشان تبدأ كارير بالتاني بدري وده ممكن اللي يكون حصل يعني اكيد طيب احنا خلصنا من اسئلة الجماهير والجمهور قال عليك ايه وبعدين سألك وانت رديت عليه وصلنا الفقرة انت مين لما اجا قولت انت مين اسمك ايه في البطاقة ساكن فين متجوز مين عندك اولاد مين هل حنشوف خليفة سيدة عبدالحفيز تاني في الملاعب تاني كل الكلام ده كله لو تقولك انت مين هتقول انت انا اسمي السيد 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 اشتركوا في القناة